اشتركوا في القناة بعدنا الفضايا نبدأها بالعنوين رئيس الجمهورية يشهد بالمواقف الاخوية الثابتة لدولة الامارات تجاه اليمن في مختلف المراحل والظروف مصر والعشرات من الميليشيا الانقلابية في معارك مع المقاومة وقصف الطيران في عدد من المحافظات اعصار ميج يضرب قزيرة سقطرة ويخلف دمارا هائلا في حديث اهلا بكم الى التفاصيل ادى اليمين الدستورية امام فخمة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية محمد عبدالله سعيد كدة بمناسبة تعيينه محافظا للمهرة وهنى فخمة المحافظة الجديد وحثه على التفاعل والعمل الميداني مع قضايا واحتياجات المواطنين وتفعيل اجهزة الدولة المختلفة في المحافظة للوقوف على الاختلالات والتجاوزات والتهريب وغيرها لما من شأنه خلق السكينة والاستقرار في المحافظة اجرى فخمة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بكل من اخيه محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم الدبي واخي محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي نائب القائد العلان القوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة جرى خلال الاتصالين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبول تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وكذا تطورات الوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية واشاد رئيس الجمهورية بالمواقف الاخوية الثابتة لدولة الامارات تجاه اليمن في مختلف المراحل والظروف التي تمر بها ووقوفهم إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته وشرعيته الدستورية وكذا مواقفهم الشجاعة إلى جانب إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للدفاع عن الشرعية وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة أرجاء الوطن وعبر عن شكره وتقديره لدولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على ما يقدمونه من دعم إغاثي وإنساني لأبناء الشعب اليمني خاصة في مثل هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء الأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين العزل لافتا إلى الدور الإيجابي لدولة الامارات المتمثل في تأهيل عدد من المدارس والمستشفيات والمياه والكهرباء التي دمرتها ميليشيا الحوثي وصالح وأكد رئيس الجمهورية أن أبناء الشعب اليمني من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه لن ينسوا مثل هذه المواقف المشرفة التي قسدتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي والوقوف صفا واحدا ضد عصابات الشر والانقلاب التي انقلبت على شرعية الدستورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والاستحققات الدستورية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 أجرى نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح اتصالا هاتفيا بأخي ولي عهد بوظبي نائب القائد العلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات الميدانية على الساحة الوطنية في مختلف المدن والمحافظات في ظل الانتصارات التي تحقيقها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهنا نائب رئيس الجمهورية ولي عهد أبوظبي بعودة الأبطال من أبناء القوات المسلحة الإماراتية إلى أهلهم ووطنهم بسلامة الله وحفظه بعد أن شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن كما بارك الخطوة التي تمثلت بإرسال قوات عسكرية أخرى لاستكمال مهامها العسكرية والإنسانية في بلادنا للدفاع عن الأمن والاستقرار وعودة الشرعية إلى جانب إخوانهم من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية الشجاعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانب أبناء الشعب اليمني خاصة في مثل هذه المرحلة الاستثنائية وما يمر به من أوضاع مأساوية نتيجة أعمال الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على المدنيين الأبرياء وما تسببت به من قتل وجرح لآلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في مختلف المحافظات وقال نائب رئيس الجمهورية لقد أثبتت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات قدرتها القتالية والذود عن إخوانهم من أبناء الشعب اليمني وضربت أروع الأمثلة في التضحية والفداء والشجاعة والبطولة والنخوة العربية الأصيلة في سبيل الدفاع عن النساء والأطفال والوطن من الجماعات الإنقلابية التي سفكت الدماء بدون وجه حق مترحما على أرواح الشهداء الأبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي الذين ضحوا بأنفسهم رخيصة من أجل الدفاع عن أبراء الشعب اليمني من عصابات التمرد والإنقلاب موسيقى 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 اشتركوا في القناة وعاد تعرضها لعصار شابالة الذي خلف اضرارا كبيرة في البنية التحتية مؤكدا ان الحكومة تقف مع جميع السلطات المحلية في مختلف المحافظات من اجل تطبيع الحياة وحفظ الامن والاستقرار ولفت نائب رئيس الجمهورية ان امام المحافظ مهام جسيمة لعادة ترتيب اوضاع المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين من جانبه عبر محافظ المهرة عن سعادته للثقة التي نالها من قبل فخامة رئيس الجمهورية مؤكدا في الوقت ذاته ان المرحلة تتطلب توحيد الجهود وتضافرها بين كافة المؤسسات والمرافق لحفظ الامن والاستقرار في المحافظة ويعادة العمار والتنمية في مختلف البناء التحتية التي تعرضت للدمار جراء العصار المداريت شابالة وكذا مخاطر عصار ميغ الذي يتوقع ان يضرب المحافظة خلال الساعة القادمة حضر اللقاء مدير مكتب نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد العوادي التقى وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين بالعاصمة السعودية الرياضة سفير البلجيكي غير المقيم لدى بلادنا جريت كيرل ومستشار نائب رئيس البعثة البلجيكية في الرياض سيرفريد بينين جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبول تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات كما تم مناقشة تطورات الأوضاع على الصاحة الوطنية وما تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من اعتداءات ضد المدنيين في بعض المحافظات من جانبه أكد سفير البلجيكي وقوف بلاده إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي مشددا دعم بلاده لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 باعتباره الضامن الوحيد لعودة الأمن والاستقرار وعودة الشرعية إلى كافة أرجاء اليمن التقى وزير الخارجي الدكتور رياض ياسين بالعاصمة السعودية الرياض سفير جمهورية ألبانيا لدى المملكة العربية السعودية سامي الشيبة وجرى خلال لقاء بحث المستجدات والأوضاع في المنطقة وكذا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبول تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وأكد سفير جمهورية ألبانيا دعم بلاده لشرعية الدستورية موثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبدالرب منصور هادي وكذا أمن واستقرار ووحدة اليمن انتقل إلى رحمة الله تعالى يومنا هذا في ألمانيا عبيد السياسة اليمنية الدكتور عبدالكريم الإرياني عن عمر نهز الثانية والثمانين عاما وكان للدكتور الإرياني دورا بارزا ومحوريا في العديد من المواقف والتحولات والصراعات التي شهدتها البلادنا منذ ثلاثة عقود من الزمن في الرابع والعشرين من ديسمبر الفين وثلاثة عشر كان من أول الموقعين على وثيقة حل القضية الجنوبية هو ممثل بارز لحزب المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار الوطني ولقي حينها انتقادا واسعا من قبل قيادة حزب المؤتمر ومن قبل العديد من أعضائه وتقلد عددا من المناصب الحكومية كان أخرها مستشار لرئيس الجمهورية تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته معنا على الهواء مباشرة وزير الخارجية دكتور رياض ياسين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام نقول بهذا المصاب الجلل رحم الله فقيد الوطن نعم نحن ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبع وفاة الأستاذ الدكتور عبد الكريم الإرياني الرجل الوطني الشقاع الذي كرس حياته من أجل اليمن ومن أجل استقرار ونماء بلدنا الحبيبة كان الدكتور عبد الكريم الإرياني يغلب مصلحة اليمن فوق كل اعتبار أو انتماء أستاذا ومعلما تعلمنا من خبرته وحنكته السياسية وتواضعه ونزاهته وأخلاقه العالية ما نعتبره رصيد لكل اليمنين من سياسيين ومفكرين ومواطنين لم تخسره اليمن فقط ولكن الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي كواحد من أبلد الحكماء والسياسين المعروفين نسأل الله له المغفرة والرحمة نعم الله يلهم أهله الصبر والسلوان نعم يعني نحن سعادة الوزير في هذه الظروف كيف تمثل خسارة مثل هذه القامة والهامة السياسية الكبيرة مثل الدكتور عبد الكريم الإرياني هي في الحقيقة خسارة كبيرة نحن في مثل هذه الأيام التاريخية وفي ضل التحديات الكثيرة التي تواجهنا نحن في أمس الحاقة كنا ولا نزال في الحقيقة إلى شخصيات مثل الدكتور عبد الكريم الإرياني وأنا أذكر تماما لقاءاتنا المتعددة وقدرته في القاهرة قبل حوالي ثلاث أربعة أسابيع قبل سكره إلى ألمانيا للعلاق وأستفيد كثيرا صريحة من نصائحه ومن آراءه التي يفيدني في كل الخطوات التي نتقدم فيها في كثير من المحاور السياسية أعتقد سأفتقده كثيرا لأنه كنت أعتبره ركن أساسي من الأركان التي ألقى إليها عندما أريد الاستشارة في شيء ما كان لا يبخل أبدا بالنصيحة ويؤكد لي أن الموقف الواضح والصريح هو الذي يؤدي دائما إلى نتائج واقعية ومستدامة نعم يعني ما هي آخر ممكن نتذكر رسالة أو مقولة أو عبارة وجهها لكم ونحن نعيش هذه الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها اليمن بعد الإنقلاب نعم آخر رسالة أذكرها على مجل خصوص فيما يتعلق بالمشاورات التي يتوقع أن تقرأ مع مليشيات الحوثين وصالح بأن هؤلاء المليشيات الحوثية هم من سيهربون من الحوار هم الذين سيرفضون القلوس على طاولة التشاورات كان يؤكد لي بأننا كلما قدمنا نحوهم خطوة يهربون عشر خطوات كان تأكيده واقعيا من خلال خبرته وحركته السياسية يفهم عقليات المليشيات التي لا تتردد أن تقلب الطاولة على الجميع في أن تنقلب أو أن تستخدم العنف والقوة لأنه ليس لديها أي حق أو منطق أو رؤية أو مشروع أعتقد كان واضحا في ما أخبرني فيه أن علينا أن نكون مبادرين وأن نذهب للأمام لأنهم هم من يهربلون نعم ويهربون نعم لأن الأسيدي هم شيء يقدمونهم مع الوزير الدكتور ياضيسين نزير الخارجية شكرا جزيلا لك هذا وقد أجرى فخامة رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بلاخ ذودان عبد الكريم الإرياني عزاه وإخوانه وجميع الإرياني في وفاة والده المناظر الوطني الجسور الدكتور عبد الكريم الإرياني الذي وفاه الأجل اليوم في أحد مستشفيات ألمانيا بسبب مرض عضال ألم به تغمض الله الفقيد إن لله إن إليه راجعون أكدت مصادر في المقامة الشعبية في محافظة تعز مصرع ثمانية عشر من ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهة متفرقة بعدد من أحياء المدينة فيما لقي ثلاثة عشر عنصرا من مسلحي الميليشيا مصرعهم في غارات للتحالف على مواقع الميليشيا في الجبهتين الغربية وشرقية بالمدينة من جهة أخرى استشهد ثمانية مدنيين واصيب عشرون آخرون بجروح مختلفة بينهم نسان وأطفال في قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على أحياء سكنية في مدينة تعز وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا الانقلابية قصفت أحياء الصين والمجلية وقلعة القاهرة وثعبات بصواريخ الكتيوشة ومدافع الهوزر والهاون والدبابات ما ألحق دمارا واسعا في المنازل السكنية أكدت مصادر محلية عن مصرع تسعة من ميليشيا الحوثي وصالح وجرح أربعة عشر آخرين إثرى معارك عنيفة شهدتها طرف مدينة دمت بمحافظة الضالع موضحة أن المقاومة الشعبية حققت تقدما كبيرا في الجبهة الشرقية باتجاه الأحرام والقطابة وأنه سقط خمسة شهداء من رجال المقاومة وفي مديرية جبن شنت مقاتلة التحالف العربي غارات عنيفة استهدفت تعزيزات للميليشيات في منطقة الرياشية ما بين جبن ورداع كانت في طريقها إلى المديرية وأفدت مصادر محلية أن الطيران دمر تعزيزات الميليشيا المكونة من مدرعات وأطقم وعتاد عسكري وسقط قتل وجرح من الميليشيا نتيجة القصف مشيرة إلى أنه اندلعت اشتباكة متقطعة بعد قصف الطيران بين المقاومة وميليشيا الحوثي وصالح في جبهة بحضان بجبن وفي محافظة مأرب أكدت مصادر ميدانية مقتل ستة من ميليشيا الحوثي وصالح والجرح آخرين في غارات استهدفت ألية عسكرية وطقما تابعا للمتمردين كما دمرت الغارات عددا من الدراجات النارية كانت تتوزع للإمداد في منطقة حباب بصرواح مشيرة إلى أن عددا من عناصر الميليشيا لادت بالفرار من منطقة خولان المحادية لمديرية صرواح في وقت تتقدم المقاومة والجيش الوطني نحو مواقع الميليشيا سيطرت المقاومة الشعبية وقوة الجيش الوطني على معسكر اللواء التاسع عشر في مديرية بيحان بمحافظة الشبوة أحد أكبر معسكرات المحافظة وذلك عقب معارك عنيفة تم خلالها صد ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع الصالح عن الوصول إلى مشارف مدينة عتق عاصمة المحافظة ويعرف المعسكر بأنه حصن المتمردين لمناعته ووجود كميات كبيرة من الأسلحة فيه واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع يتمركز فيها البيليشيات في حصن غبر بمديرية بيحان كما استهدفت خطوط إمداد الحوثيين على الطريق التي تربط بين بيحان بمحافظة البيضاء لقي 13 من مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح في مواجهات وكمائن للمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وذكرت مصادر في المقاومة أن مواجهات عنيفة دلعت في مديرية ذي ناعم غرب البيضاء في محاولة الميليشيا السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة موضحة أن كميرا استهدف الميليشيا بمنطقة المشنة وقتلت ثمانية من المسلحين فيما قتل خمسة آخرون في اشتباكات بمنطقة صباح في ذي ناعم قالت مصادر محلية شهد عيان أن طائرات التحالف العربي دمرت مخزنا للصواريخ الباليستية والأسلحة كانت مخزنة تحت الأرض في منشأة عامة بمحافظة حجة مشيرة إلى أن الطيران شن ست غارات متتابعة على محطة كهرباء بمديرية عبس وأن انفجارات ضخمة شهدها المكان المجاور وسمع صوتها في المديريات المجاورة حيث دمر مخزن للصواريخ الباليستية كانت مدفونة في أرضية محطة الكهرباء بالمديرية وكان الطيران العربي نفذ في الأسابيع الماضية عددا من الغارات على محطة كهرباء مديرية عبس إلا أن تلك الغارات لم تحقق هدفها حينها في تدمير مخازن الصواريخ المدفونة تحت الأرض ذكرت مصادر محلية أن إعصار رميغ الذي ضرب اليوم محافظة أرخبيل سقطرة تسبب بسقوط قتل وجرح وتهدم عشرات المنازل نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي صاحبت الإعصار مشيرة إلى أن الإحصائيات الأولية تفيد بوفاة إمرأة وجرح العشرات وظهرت صور الأقمار الإصطراعية تركز العاصفة الإعصارية بيغ شرق خليج عدن وأنها مستمرة في التحرك غربا بسرعة عشرين كيلومتر ووضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد أن سرعة الرياح تصل إلى مائة وثنين وستين كيلومتر في الساعة وتتأثر بها أعالي البحار شرق خليج عدن أرخبيل سقطرة بأمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة واضطراب شديد في البحر وتتراوح سرعة الرياح ما بين أربعين إلى خمسين عقدة شرق أرخبيل سقطرة ومعتدلات السرعة إلى المهرة وحضر موت وتتراوح سرعتها ما بين عشر إلى عشرين عقدة أما حالة البحر فشديد للطراب إلى هائج شرق أرخبيل سقطرة ويتراوح ارتفاع الموج بين ستة إلى ثمانية أمتار وتوقع المركز أن تتأثر بإعصار ميغ كل من محافظات سقطرة والمهرة وحضر موت محذرا المواطنين وربا بنت السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة والهيجان الشديد في البحر استقبل محافظ أرخبيل سقطرة سعيد باحقيبة اليوم سفينة إغاثة إماراتية تحمل مواد إغاثة إنسانية لإغاثة الأسر المتضررة من أبناء المحافظة جراء إعصار تشابال الذي ضرب المحافظة الأسبوع الماضي وخلف أضرارا كبيرة ونزح عدد المئة السكان من مدنهم وقراهم وثمن المحافظ باحقيبة الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأبناء الشعب اليمني بشكل عام وأبناء السقطرة بشكل خاص وخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة نتيجة الإعصار وما خلفه من أضرار لسكان مشيرا إلى أن السفينة المقدمة من مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية تحمل سبعمائة طن من المواد الغذائية والدوائية ومادة الدهزلة أعلنت السلطة المحلية في محافظة عدن عن إطلاق مبادرة لتنشين حملة جماعية لتنظيف مجاري السيول في جميع مديريات محافظة عدن صباح غد تحسبا لمواجهات تداعيات إعصار ميغ وقر اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد اليوم برئاسة محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد وبحضور قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المستعجلة خاصة بمواجهة أضرار إعصار ميغ وأضرار السيول الناتجة عن توقع هطول أمطار غزيرة على مناطق سواحل محافظتي عدن وأبيان خلال اليومين القادمين وقد ألزم الاجتماع كافة الجهات المختصة بالتهيئة بكافة الاستعدادات وحتى تتمكن كل جهة من القيام بدورها المسؤول في تفادي أضرار السيول وحث أجهزة الإعلام والصحافة على تفعيل دورهم في توعية المواطنين بأساليب الوقاية والحماية من مخاطر الإعصار أشهد مجلس حكامية عدن الأهلي بالمواقف المشرفة لدول التحالف العربي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لمواجهة الانقلاب على شرعية المتبثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي وتحديدا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لأمن واستقرار اليمن عامة وعدن خاصة جاء ذلك في الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد اليوم الأحد برئاسة محافظة عدن اللواء جعفر محمد سعد للوقوف أمام المستجدات الراهنة بالمحافظة هو لوضع آليات وجداول خاصة بالأعمال التي ستوكل إلى المجلس وذلك من أجل حل العديد من القضايا المتعلقة بحياة المواطن وفي مقدمتها استثباب الأمن العام وتوفر احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء وغيرها وكان محافظ عدن قد أكد في كلمته أمام المجتمعين على ضرورة مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لمدينة عدن والذي تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بوتيرة عالية لإصلاح وإعادة ترميم ما خلفت الحرب التي شنتها الميليشيا خلال الفترة الماضية ضد حدن ناقشت لجنة حوض ديل تابيان المائي برئاسة المحافظة الدكتور الخضر محمد السعيدي تقريرا عن نشاط لجنة الحوض خلال الفترة الماضية وملخص تقرير عن الدراسة التقييمية لحقل مياه عدن الكبرى واستعرض الاجتماع فكرة إنشاء اللجنة الإقليمية لإدارة مياه عدن لحج أبيان ونوه المحافظ بجهود لجنة الحوض لإدارة وتنمية الموارد المائية في حوض ديل تابيان وسعيها الحثيث لتنميته والحفاظ على تلك الموارد داعيا إلى الارتقاء بعمل لجنة الحوض والتنسيق مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من أجل تنمية النشاط المائي والوقوف بحزم أمام أي التجاوزات تعيق نشاطها وفي مقدمتها الحفر العشوائي ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء صام الكثير مع الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمديرية حورة وادي العين السبل الممكنة لتعزيز دور المجلس والإجراءات الممكنة للتغلب على الإشكاليات التي تواجه نشاط المجلس واستمع الوكيل من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية صلاح بارباع وعدد من أعضاء الهيئة إلى شرح موجز عن أوضاع المديرية الإدارية والأفكار المتداولة لديهم لإيجاد المعالجات والحلول المناسبة للمعضلات التي تواجه النشاط الإداري بالمديرية مؤكدا ضرورة التعاون المشترك من أجل النهوض بأوضاع المديرية طلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء صام الكثير على مستوى الخدمات التي يقدمها مركز اليسر للكلية الصناعية ومركز الأورام السرطانية بسيئون والتي يستفيد منها قرابة 400 حال شهريا وأثنى وكيل المحافظة بالخدمات التي يقدمها الطاقم الطبي من الطباء والفنيين في مركزي اليسر للكلية الصناعية ومركز الأورام السرطانية التي تعتبر محل إعجاب وتقدير السلطة المحلية والمستفيدين من خدمات هذه المراكز مشهيدا بالدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة صلة للتنمية لتشغيل مركزي الغسيل بسيئون والقطن وكذا الدعم الذي يقدمه المحسنون ومنظمات المجتمع المدني لمرتدي مركز الأورام السرطانية شهر الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة في الختام نذكر بالعناوين رئيس الجمهورية يشيد بالمواقف الأخوية الثابتة لدولة الإمارات تجاه اليمن في مختلف المراحل والظروف مصرع العشرات من الميليشيا الانقلابية في معارك مع المقاومة وقصف الطيران في عدد من المحافظات اعصار ميج يضرب جزيرة سقطرة ويخلف دمارا هائلا في حديب ختام النشر ومشاهد الكرام قدمت لكم من قناتي عدن الفضائية في ختام لكم أجمل التحايا وأطيب المونة من طاقم العمل جميعا دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة